معلومة من التاريخ الإسلامي قصة أصحاب السبت وماذا فعل الله بهم عندما عصوا أمره من أبدع القصص هو القصص القرآني فيه العبرة والعظة والإثارة والمتعة أيضا سنقدم لكم قصة أصحاب السبت قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وقعت أحداث هذه القصة في قرية تسمى أيلة وهي تقع على شاطئ بحر القرم قال ابن عباس إن قوما من بني إسرائيل في زمن داوود عليه السلام سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر وحطين يقال لها أيلة وقال أيضا إن الله افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموا وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره فحرم عليهم في السبت صيد الحيتان وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم الحيتان شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا مضى يوم السبت ذهبوا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا جاء السبت الذي يليه أتينا شرعا فإذا ذهب السبت ذهبن احتيال بني إسرائيل وخداعهم واستمر الحال على ذلك حتى طال عليهم الأمد فعمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فربطه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في شاطئ الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إنه لم يأخذه في يوم السبت فانطلق فأكله ثم أعاد الكرة في السبت الذي بعده ووجد الناس ريح الحيتان فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على صنع ذلك الرجل ففعلوا كما فعل وصنعوا ذلك سرا زمنا طويلة فلم يعاقبهم الله حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق قال الشوكاني فاحتالوا لصيدها وحفروا الحفائر وشقوا الجداول فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد فكانت من الصفات المرذولة في بني إسرائيل صفة الخداع والمكر والتضليل والتحايل لتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذه الصفات عقاب الله قال ابن عباس فقال الطائفة منهم من أهل القرية ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون وقال الطائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم ففقدوا الناس فلم يروهم وقالت بعض الروايات إن الطائفة الآمرة الناهية بنت جدارا ليحجز بينهم وبين العصاء عقاب الله للعصات بالمسخ فذهبوا ينظرون في دورهم وبيوتهم فوجدوها مغلقة عليهم وقد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة لها أذناب وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد والمرأة بعينها وإنها لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد أجساد قرود وعقول بشر قال الإمام القرطبي فجعل القرد يأتي قريبة فيشم ثيابه ويبكي فيقال له ألم أنهك فيقول برأسه بلى معنى هذا أنهم كانوا في أجساد القرود وبعقول بشر وفي هذا حقا عذاب بئيس قال الإمام الحسن أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلها أثقلها خزيا في الدنيا وأطولها عذابا في الآخرة وهكذا تفعل شهوة البطن بأهلها وعبادها فكم من أكلة أفسدت دنيا البشر وأوبقت الآخرة ورحم الله القائل ابن آدم إنما بطنك شبر في شبر فلم تدخلك النار قال ابن كثير فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القرد وهي أشبه بالأناسي في الشكل الظاهري وليست بإنسان حقيقة فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كذلك جزاؤهم كان من جنس عملهم مكثوا ثلاثة أيام على حالتهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ثم أماتهم الله تعالى وأبادهم قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون المقصود هنا أن الله أخبر أنه أهلك الظالمين ونجى المؤمنين المنكرين وسكت عن الساكتين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة